في كل اتجاه تسير حكومة عبد المالك سلال لتحصيل أموالاً تعوض بها ما فقدته نتيجة تراجع الجباية النفطية منذ جوان 2014 تحصيل عائدات الاستثمارات الحكومية المختلفة خلال السنوات الماضية هو ما تعكف عليه الحكومة حالياً من خلال دراسة حالات عدة مشاريع منها مشروع تزويد الطريق السيارة شرق غرب بنظام دفع يجبر مستخدميه على تقديم مقابل لتنقلاتهم عبر هذا المرفق يقول وزير النقل والأشغال العمومية خلال زيارة قادته لمكاتب الدراسات بالعاصمة وحالياً مش مترفق الطاولة يعني باش نرجع الطريق السيار بالدفع المرافقة والتكوين المهندسين في مجال التكنولوجيات الحديثة وعقد شراكات مع دول أجنبية بات أمراً يفرض نفسه بإلحاحة ننسيست اليوم على التكوين المهندس هذا ميز على نفو لأن التكنولوجيا تتحول الانجينيور يجب أن تتحول على تكنولوجياً التحديات المالية للحكومة باتت تفرض عليها تعاملاً أكثر جدية مع كل ما يتعلق بتحصيل الأموال من جهة وبفرض أنماط جديدة في التعامل مع مكاتب الدراسات التي عادة ما تستنزف أموالاً معتبرة وأجالاً زمنية طويلة ترجمة نانسي قنقر